أهلا بكم الحقيقة حوار مهم ومثير للغاية النهاردة هنتكلم فيه عن الفارق بين الجراحات التقندية والأحدث في العالم لكن خلينا أقول لكم من المرأة الأكثر إسارة عند الرجل دراسة عملتها مجالة مور الدراسة دي قالت أن الراجل لما بيشوف سد يسماها حلو بيرتبك ولما يشوف سد مواصفاتها بتوافق رغباته والكود بتاعه والكيميا بتاعته كل واحد له صورة مثالية لست معينة في عقله بيحب حاجة معينة فما بيشوف الست اللي بيها بعض مواصفات الصورة المثالية أو جزء منها كبير هو بيرتبك ولو أن الدراسة طبعا تعملت على ألف مرأة ورجل والموضوع كان كبير جدا لقوا أن 56% من الرجال شايفين أن سكارلت جوهانسون هي الأجمل بين النساء لأنه هم بيشوفوا أنه كلما كان الخصر أو الوسط أكثر نحافة وكلما كانت الشكل أنسوي أكثر كلما ده كان أكثر جذبية للرجل بيونسي جات في المركز التالي بيونسي جات في المركزات من ناحية الأنوسة ودراسة عملت قالت برضو أن الستات زوات الأجسام اللي شبه السعر رملية زكاهم أعلى أعلى من السعر رملية اللي هي رقم 2 أكثر زكاء من الستات اللي عندهم أجسام مستديرة أو مستقيمة بلا أي إنحناءات طبعاً خلي بالكوا أنه الكلام ده برضو رايح في اتجاه الميني الستة الأكثر قدرة على الإنجاب الأكثر قدرة على أنها تكون يعني منجبة أو خصبة الستة عندها خصوبة عالية طبعاً فيه ستات كتير يدايقوا من الكلام بتاعنا ده ليه؟ الستات يقول لك أنتوا بتبصوا للستة مظهرياً ما بتبصوش لعقلها لا والله بتبص لعقلها لأنه من المعروف جداً إن الستة لو فقدت عقلها ومبقيتش دماغها حلوة مش فقط بقت مجنونة يعني ما بقتش مقنعة عقلياً بتفقد جمالها مهما كان بقى لا تقول لي بيونسي ولا سكرت جوهانسون لو هي شريرة أو مزكية أو خبيثة والله لو ملكت جمال العالم شكلاً في عين أي راجل على فكرة تبقى ولا حاجة الجمال يذهب تماماً تماماً بقبح الروح قبح الروح يضيع أي جمال وجمال الروح يدي الجمال للشكل حتى لو ما كانش موجود كبير النهاردة حوار مهم بقى جداً مع الضيف العزيز لسيس دكتور حاتف السحر أي عيان بيعمل عملية في وشه بيبص على وشه في المجاية تلتمية مالة في اليوم عملية تصريحها بالجراحة المفتوحة أو بالجراحة المفتوحة ولا الحق للمريض إنه يعرف إفاق بالنكين أحسن حاجة موجودة في العالم دلوقتي هي الدولة لماذا أصبحت ترخولات الجاسد بهذه الدرجة من الانتشار سيكة 50% بقت 80% تضيف المية الزيادة دول سبقهم العماس السملة التي تعملون الأستاذ الدكتور حاتم السحار أستاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو الجامعية الأمريكية للتجميل والحروب عضو الجامعية المصرية لجراحات التجميل ضيف العزيزة القملة المية الكبيرة أهلا بك دكتور حاتم السحار أهلا بك دكتور حاتم أهلا بك دكتور حاتم أهلا بك دكتور حاتم وحشني والله طبنا يا خليه خليه بالك النهاردة يعني اللقاء مختلف شوية وحوار هيبقى يعني فيه نوع من السجال والحوار اللي هو هايزة أفهم هبدأй هو أول بالنحت الديناميكي إيه النحط الديناميكي؟ إيه الفرق بينه وبين النحط الكلاسيك؟ إيه اللي أضافه فكرة كلمة ديناميكية؟ هل أجهزة معينة هي اللي قدر تعمله؟ ولا دكتور معينة هو اللي قدر يعمله؟ دي كانت سؤالة أوكي أقام واحد، النحط الديناميكي هو نحط للجسم بتفاصيل معينة يعني إيه تفاصيل معينة؟ يعني في وجود اعتباغات معينة إيه هي الاعتباغات؟ الطول، الشكل، تقسيمت العضلات مش مجرد التوجه إلى منطقة معينة يعني إيه؟ سيدة أو رجل عنده مشكلة في منطقة ما بقاش الطاجت دلوقتي إن عالج هذه المنطقة بقى الطاجت أنا هعالج المنطقة دي بشكل إيه؟ يتلسم مع شكل جسمه وهل لما عالج المنطقة دي محتاج أعمل حاجة تانية؟ ولا مش محتاج أعمل حاجة تانية؟ مثلا، هعمل مثلا الخصخ كانوا زمان فاكين الخصر هو مشكلة مشكلة بطنة إنه لما زبط بطني خصر هيبان لا بقاش كده الخصر عامل زي حز العملة في مالك وفي كتابة، وش وضخ لو في ديفوء مشكلة في أي ناحية من وش العملة عمر ما الحز هيبقى إيه مزبوط فبقى عشان أعمل خصر كويس لازم أشوف البطن عامل زي والظهر عامل الزي بقى الدنيا ما بقاش مجرد تارجتنج لمنطقة معينة طب الخصر مقاسه كاب، مقاسه إزاي؟ طب هل لم أعمل خصر؟ هل محتاج أزبط منطقة المؤخرة بشكل معين عشان تناسب مع شكل الخصر اللي أنا هعمله؟ طب لما هي يكبر الثادي، هكبره بنسبة قد إيه؟ بحيث النسبة بين فوق عرض لفوق والعرض الهيبس أو الحوض يبقى متناصقين مع بعض فبقى الموضوع مش مجرد تارجتنج توان بوينت يعني مش هتوجه لنقطة معينة، هتوجه لجسم كامل على بعضه ده اسمه النحط الديناميكي الجزء التاني إزاي يتعمل؟ فيه ثلاث حاجات المشكلة اللي عندي هي مشكلة إيه؟ مشكلة دهون، مشكلة ترهولات، مشكلة دهون وترهولات مع بعض هل المشكلة دهون بس؟ مشكلة ترهولات بس؟ مشكلة دهون وترهولات؟ وهل في نفس الوقت محتاج الدهون دي أخدها وحطها في مكان تاني؟ طيب، أنا عملت هذه العملية، أو عملت هذا التكنيك، دي مش عملية في خلال نص ساعة أو ربع ساعة، طلعت من نتيجة شد كاملة بس هل كل اللي عندي يفهم؟ لا، من 30 الترهولات المتوسطة والبسيطة وليست الترهولات الشديدة ترهولات الشديدة من لازم نعمل لها plutôt عملَية بس هيتacerت كل كلها؟ لا، لأنها هل هيكل هذه الفئة قلصتها، في فئة معينة، самые ترهولات الشديدة من لو عندي ا mio عشر عندهم ترهولات داخلين، منهم 10 أو 4 عندهم ترهولات شديدة عندهم تراحولات متوسطة اللي عندهم تراحولات متوسطة بقوا يتعملوهم جيب لازما التلاتة او اربعة اللي لسه في التراحولات الشديدة لازم يتعملون مجرح انا بس عشان الناس تبقى فاهمة كويس ده وظيفته ايه ده راهولات برضو تعتبر انا قلت في امريكا اللي ده لدخل الموضوع ده كان فقى واحد اسمه الدكتور زامورا يعني هو اللي التلت جيب لازما من 4-5 سنين وكنت معاه الصور دي من عنده انا بتكلم عشان يبقى الكل ده وشغلت معاه فتحة الدنيا لا تتخيلها نتيجة وهمية عامل ضجة على مستوى العالم كله بس طبعا دي حالات تعملها كمان شفت دهون من المنطقة لازم اعمل قبل مدخل الجيب لازما لازم تعمل فيزر لازم اغفع الجلد بالبلدي كده انا لازم لو عندي انا عاوز احاجم الكوباية دي لازم اشيل كل الجدار اللي في النص اللي بينه بين الكوباية عشان لو مدخل احاجم الكوباية دي يعني لازم مثلا الحالة اللي تحت دي دي حالات زامورة زامورة اه يعني زامورة هو الماستر بتاع الموضوع ده الافضل بتاع الجيب لازم على مستوى العالم هو ده اللي انشأ التقنية انشأ التقنية دي زامورة فهو عشان يتعامل مثلا مع الدهون الموجودة في الست الاعنين دي من عنده فعلا لازم كتلة دهون تنشأ خال كويس حتى لو انت حاسي انها فيش دهون كتير لازم تخش تعملش ترفع اي خلية دهونية موجودة وتخلي الجلد على وضعه الاخير على الطبقة بتاع الجلد بس هو بيشتغل حالات ادفانسة او في الجلد هقولك حاجة صغيرة هوا انت بتيج تقنية العيان هقولك بقى كده انا عندي جتلي واحدة مثلا زي العيانة دي ايه رايك يا فندم جرح ونشد 100% ولا تجيب لازمة واشد 80-90% هتقولك لايه عايزة قريبته بيختاروا ايه هيبدأ الاول بالجيب لازمة في حترات طويل 8-90% هقعد 5-6 ساعة عملات عملات شاد دوش واللاجئ اعمل بالجيب لازمة 10 دقائق بالزبط وصحية صحية وشايفة يعني انه هو عمل الحلقة اللي هشتينها دي حلقة ادفانسة المفروض كلاسيك ما هو خلي بالك التجميل فيه اوبشن للعيان لا بص حدك يا دكتور انت الميجيلك عيان باطينة وعنده مشكلة في الغدل وكلام دا كله يصف له علاج معين وهو مجبر انه لازم يمشي على العلاج اللي انت بايه بتقوله انما عين التجميل انت بتاخد عليك طراحات معينة ونتائج معينة هو عنده القدرة ان هو يختار انا مش عاوز جروح في جسمي مثلا طب خلاص هنوصل نتيجة بالتسعين في المية من نتيجة بدون ما نحط اي ايه دي في الحالات السفية انما الحالات البسيطة لا نتيجة ما في المية طبعا ببقاش حد يقول اعمل شد وش والكلام دا كله في حالات الناك والمايونات دي كانت البداية جيب بقى دخلنا على الموضوع الأهم البط والدغعات والجزء الداخلي بتاع الأفخاد على إنه الجزء الداخلي بتاع الأفخاد كان أساسا شده رخم بالظبط كده خلينا بقى نمواقعين هنا هنيجي الحتة أساسا شدها جراحيا مكانش بيدي نتائج كويس الاختراع اللي حصل بعدي أنت كان المشكلتك أن يجيب لازمة طوله قد اختراعوا منه الستاند بتاعته تبقى أطول بقى فيه منه مقاسين مقاس صغير ومقاس ايه كبير والإنتنس بتاعته أعلى شوية إن خلي بالك تخن الجلد أو سمك الجلد في أي منطقة بيختار في المنطقة في المنطقة أخرى فابتدى القاتي وهقولك برضو القصة اختراعها فين آخر حاجة عملوها نبتدي الإدراعات موكلموش في البطن البطن عمليات شد البطن كانت جايبة نتائج وهمية وجايبة نتائج وهمية لحد دلوقتي لأن الجرحة التحق في المنطقة بالدرية في أسفل البطن في البيكيني العين ومش بيسيبش علامة زي الكريسرية وزي الكلام دا كله وعندهم مشكلة في الططن اسمع العضلات اللي ضعيفة فهم بيشتغلوا شغل كتير شغل كتير إنما إدراعات والأفخاد إدراعات إدراعها هنا آه بيسيبش علامة والكلام دا كله طب ما نجرب الجيب لازمة لها وكان دي الفكرة أول اختراع بعد الوش كانت دغاعت والجزء الداخلي من الإيه من الأفخاد ابتدأ نشفط وبعد الشفط مندخل هذي طولنا الآلة وزولنا الانتنسي بتاعها تاك 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 النتيجة دي بعد يوم اللي فوق اللي تحت دا بعد يوم يوم من غير جرح حالاتكم مشاعة عن إيه من غير جرح أنا أتكلم بس الجماعة كلمة جرح دي أنت مشتغلين عاملة إزاي إن أقاسبك اللفظ مفيش علامة على جسمك إن إنت تشد جلد بدون علامة على جسمك دي دا حاجة لا تتخيلها كتير أول هقولك بقى الكلام دا كله البنات دا هقولك بقى الاختراع الجديد البنات اللي عملوه عملات تكمين أو تحويل مصار العملات المفيدة جدا اللي أنا بشجحها جدا وغاسوا داتين أربعين كيلو ويبقى سنهم صغير غريبا أن الترهولات عندهم مش كتير وفي نفس الوقت آنسة ما تجوزتش مش عاوزي بقى فيها علامات في جسمها الجهاز دا جي نجدة من السماء نجدة من السماء أنا هعمل شد لهذه الترهولات البسيطة أو المتوسطة بدون ما حط علامة في جسم حضرتك بدون ما حد يعرف أن أنت عاملة أي عمليات تجميل بس في ترهول مش هم الأمانة تقتضي في الترهولات البسيطة والمتوسطة وليست الترهولات الشديدة ولما لحظت قلت التكميل وتحول المصار قلت بنات وفقدين وزن قليل من 30 إلى 40 كيلو وبناس إنهم صغير عشان جلد التاحهم قوي فيه كتير قوي منهم بيغد بعد الدغاعات كانت المشكلة الكبرى الجزء الداخلي بالأفخاد ودي مشكلة أغربية السيداء بكالعبش الرياضة الجزء الداخلي بتاع الأفخاد ببقى ضعيف جدا فيه كمية دهون كتيرة وفي نفس الوقت الفيزر مهما يشد في المنطقة دي مش هشد مية في الايه؟ في المية وكان بيبقى فيه حب الترهولات جرح في هذه المنطقة لا ده متقيل شد الأفخاد الداخلي جرح ده متقيل ده متقيل يعني بيسيب علامة بيسيب علامة ده رقم واحد على عضلات أساسا قوية جدا الدكتور ودول عضلات شديدة القوة فبالتالي كل ما العضلات بقوية كل ما هشد على الجلد كل ما هشد على الجرح فهيفضل ان الجرح دايما بيتسع بيتسع جدا ده بقى برضو النجدة التانية من السماء طعم دخل الجهاز شد الجلد قوة العضلات في هذه المنطقة ساعدت على سحب الجلد ناحيتها فبقى تجيب لازمة اختراع للدرعات والأفخاد خصوصا الجزء الداخلي منها انه هو يشد الجلد بدون ما يبقى فيه زي ما نقولها كده في الكتاب شك جراحي يعني مفيش جرحات ايه هيتها بيه بنتيجة تسعين الى مئة في المئة في التراخلات البسيطة والمتوسطة وبأكد على هذي الكلمتين البسيطة والمتوسطة عشان بس الناس هو مش عاصل صحيح هو الكلام على فكرة دكتور ايما بيتقالي ان هوا في خلال سنتين هيوصل لما يوصل لما يوصل بس هو الناس كنت توقعها ابدا ان الموضوع ده يحصل ان الموضوع ده يحصل هو عامل بدجة على مستوى العالم يعني انا عاوزه لك ان دكتور زامورة من كتر الانترفيوز اللي مطلوبة منه هو بقاله مثلا تاعة طبع شو مش موجود في الفمتوسطة يعني المؤتمر هو جايه مصر قريب على فكرة يعني هوا ياريت نعمل مع انترفيوز عشان نشوف الموضوع قوي جدا المهم يعني جينا بقى على البطن نيجي للبطن البطن احنا نكرر ثاني البطن هي المنطقة التي ينجح فيها شد البطن نجاحا ساحيكا عملية ولا اربط ولا احسن من جدا ونشجع كل الستات اللي عندهم تراحولات في البطن والبطن شكلها واعيش ومش عارف ايو هتتطلق شاعد نشد البطن هذا الجهاز بيشدش العضلات عشان بس يبقى احنا كده ايه ماتفقين ماتفقين فاذا السيدة اللي عندها ضعف في العضلات بسبب تكرار الحمل والولادة وعدم وجود غياضة بعد هذا الحمل والولادة مينفعش معاها هذا الايه؟ الجهاز هذا الجهاز بيشد جلد فقط للسيدات اللي عندهم تراهوا البسيط بدون ضعف عضلات بدون ضعف عضلات كلمة الواضح وجميل وعلمي جدا يعني انا انت متفصص انا عارف انه هممكن يحصل ايه بعد كده اه انه هو انه ناس كتير من اللي ما بتعرفش تعمل شد بطن كجرحين تجد انا دائما بقول لعنا زي ما انت خايفة على جسمك انا بخاف على اسمي انا من بعشة هطلع نتيجة خمسين في المية او ثلاثين في المية هطلع نتيجة في المية في المية لا نعمل صح لما نعملش ايه؟ خالص انت مش متخيل ده بعد يوم الجلد هو مسكو من فوق بيتشد معاك الجلد مش عارف يشده احنا فيه فيديو انا بس ما مش عارف جبته معاك احنا عملنا دراعين خلصنا الدراع وشدنا الجلد مش عارف يتشد اللي احنا عملناه الدراع التاني لسه ايه؟ كمبرزم بين الايه؟ بين الدراعين بين الدراعين ده اونزا سبوت بس زي ما قلت ده بيشدش ترهولات بيشدش قصدي عضلات يشد فقط الترهولات المتوسطة والبسيطة لو في شد عضلات لازم عملية شد بطن او نحت كامل البطن تضمن شفط للدهون وشد للعضلات واستقصال الجزء المترهل عملية بسيطة ببنج موضعي وجرح مستخبي في بيكيني اللايم بيسبش اي اثر بس لو هادر حاملة من الجرح ما تعملها بالجيبلازم بعد الولادة برضو سؤال مهم قوي لانه كتير من الناس تقولك طب انا بعد الولادة هادر اتعامل مع الجيبلازم ام لا هذا هو السؤال القادم في عمليات التجميل الانسان بيدور على استعادة التناسق والتوازن لجزء من اجزاء جسمه عن طريق استعادة مقاييس الجمال المناسبة للجزء ده جراحات التجميل بقى لها اثر كبير جدا على نفسية المريض وحمايته من الاكتئاب المزمن بسبب تشوه خلقي ممكن يؤدي به الى الانطواء والانزواء السيدات بعد الحمل ابرز الناس اللي بيعانوا من مشاكل تغير الجسم والتراهلات تقنية الجيبلازمة بتحقق نتائج عظيمة في المجال دا دلوقت بدون اثار جانبية او ندبات واضحة او تخدير كلي او يمكن فيها كل ما تتمناه السيدات بعد الولادة لاستعادة قوامهم وجمال مظهرهم يا ترى بعد قد ايه من الولادة ممكن تتعرض السيدات للتجميل بتقنية الجيبلازمة؟ بعد قد ايه من الولادة ممكن تلجأ السيد للجيبلازمة؟ هو السؤال الاولاني هي هينفع الجيبلازمة معها او لا لا؟ ايه بالضبط؟ دا سؤال الاولاني اغلبية اللي بيولاده في مصر مش هينفع حتى يمتشد بطنة لان بيبقى عندهم ضعفوا ايه؟ في العضلات ارجوك يا سيدات مصر بعد الولادة مش معناها تعودي في السرير وسبعة ايام وثمان ايام وفرخة مكان يعين وهي بقى سابتة بعضلاتك الضعيفة في دكتور مصري قال لي تمرين بسيط السيدات بعد الولادة وهي قاعدة في السرير تشف بطنة وتمسك وتفوق دا يقول واحده لايه؟ العضلات مش واحده صحاكة ولا تروح الجم ولا اي حاجة لو مفيش ضعف العضلات او ممكن تعمل وده ميزة بقى لاني سيدات خلفة الاولاني نصريت ستات مصر اخلص وبينها باعمل طيب مش هحط الجرح في جسمي الا بعد ما خلص اتناشر اتتاشر وقت لانا نوع ايه؟ اعملهم عزها اتناشر عيل لازم اجيب اتناشر عيل بان اعمل شد ايه؟ بط طيب يا ستة انت قريبت اول عيل ما عندكيش ضعف في العضلات وطراهل بسيط طيب عمليش جيب لازم اولا الجرح ولا اي حاجة شدي الجسم شدي الجلد اتراهل بسيط بسبب الاولانية بيدون ما نحط ايه؟ جرح بعد قد ايه؟ ثلاث شهور ما عبدو اقول كلمة واحدة ثلاث شهور ده مش واقم فكسد انت عارف يا دكتور ايمان الطب مفوش واقم فكسد هو ببغينش يعني منقول شهر لثلاث شهور يعني هو ماكسمال بيبقى بعد قد ايه؟ ثلاث شهور فدي تقنية الجيب لازمة تنفع طبع الستيات البيضة وخصوصا يا سيدات انه نوية تخلف كزا مغة مش هنعمل جال حاسية الكل بما ان ما عندكيش ضعف في الايه؟ في العضلات انهم مش هشد عضلات دي الجزء ده الجزء المهم بقاوي انت بنت شايف انه ايه الامال في الجيب لازمة في المستيات انت مستنى منه ايه؟ ايه دفكت الغالي دلوقتي اللي موجود هو عامل حاجة قوية جدا انا عجباني الرجال ده بقى يعني هكلمها على سفتات شوية رجال اللي عملوا عمليات تكميم او تحويل مسار اوكي؟ اوكي؟ بيبقى عندهم مش تسدي بيبقى عندهم مش تسدي بيبقى عندهم تراهولات في منطقة الايه؟ السدي السدي مش تسدي سن التراهول اه تراهول لأ وخصوصا بقى لو خاصة خمسين ستين ايه؟ كيلو مشكلة التراهولات في منطقة الصدر عند الرجال بعد التكميم او تحويل المصار كان جرخ ده مطلق فعلا جرخ هنا اه بيبقى لابل صدوم كويس مفيش حاجة لينا بس ينزل البحر يقعد براحتهما بيبقى فيه جرخ واضح ده حلها حلها وخصوصا ان برضو منطقة الصدر عند الرجل عضلاتها قوية جدا عضلات البنش عضلات الصدر عند الرجل قوية جدا ده الحاجة اللي اتعملت فعلا وكان في حالات منها سيفير وجابت نتيجة وفي حالات سيفير اتعملت اتراهول نزل بنسبة 70-80% وتقلصت جرح من مجرد جرح بالعرض كده لجرح صغير حاولين الايه؟ بالحلمة انت مجرد تقلل جرح في تراهل تسدي في تراهل في الصدر عند رجل بعد ما التكميم وتخليه مجرد جرح على الحلمة انت مش عرف قولك ايه؟ انقصته من الغرق لانه كان 50% بيستريح عشان لابس يدومه 50% مش عرف يقعد برا مش عرف يقعد براحته على البلاج مش عرف يقعد وراحته على البسين عشان الجخل اللي بانه ده حل المشكلة كلها ولسه هيشده اكتر لسه العلم يوقف شده تغيب كم جملة لازم نقولهم في الاخر مهمين جدا جدا تظل عمليات مثلا التعاب والمعشفط الدهون والعملية الكاملة للتسدي عند رجال قائمة قائمة ده مش للتسدي للتغاهلات بعد التجميل عشان بس الناس اللي لسه مش عارف يتفرق لو هو عنده تسدي لازم يقبله عملية شفط ونشيل كل ده ونشد الجلد بعد كده بالجبلة حلقة دي مخصوصة عشان ابين الفرقة النقط مهمة الفرقة من ده ايه وده ايه بين الست اللي تحتاج الى شد بطن مع اصلاح عضلات مع عملية كاملة مع جرح وبين الست اللي تحتاج الى اننا ندخل نعمل جيب لازم عشان عنده شوية تراحولات الدراعين اللي يحتاجوا عملية ملهاش حل لازم عملية وبين الست اللي تحتاج اللي هدخل عشان شوية تراحولات بسيط أو متوسط اسعدتيني بهذا اللقاء الممتع كالعادة واسلوبك الواضح اللي هو ايه يعني واحد زي الواحد بيساو اتنين انا جاي مخصوص عشان الكلمة دي بس انا اضعف ايه بس انا اضعف ايه الكود بتاعتك ايه كل بتاع الراجل دايما بتحب تتسأل كل راجل اللي هو كود محين بيبص للست في ست تعجبه طب الراجل عنده كل صفاغ وكل ست تعجبه بص ده مش لازم يراجع نفسه بس العشرة داته ايه جمال الروح ما هي الكود ده كوكتيل شخصية مع شكل شخصية مع شكل مع صفات مع طريقة كلام مع جمال الروح كل وكارزمة واتراكشن اللانجلجج بتشحق كل ده تقول ايمن اللي صعبك بتاع بعد الفاصل هعود اشلح لكيه كود صعبة مش سهلة نورت وشرفت كالعادة بتسألني اسئلة عظيمة جدا ضيف العزيز الاسود دكتور حاتم السحر استاذ واستشاري جراحات التجميل بكل الطب جماعة القاهرة زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو الجماعية الأمريكية للتجميل والحروق وعضو الجماعية المصرية للجراحات التجميل ورئيس مجلس إدارة آيكون كلينيك المجموعة الرائعة كان ضيفي فيه واحدة من الحلقات الممتعة كالعادة فيه الدكتور وبيسألني الدكتور حاتم عن الكود اللي أنا أفضله الزكاء الطيبة وبالله يصطق عليك بالزكاء اسمع كريمي بس الزكاء الطيب من قلت الزكاء والطيبة فيه فرق بين الزكاء والخبز فيه فرق بين الطيبة والبساطة والتحقيد كالكع فيه فرق بين القناعة والجشع دول هم الكود اللي يحبوهم مش بس أنا كل الرجال خليكم دايماً مع دكتور